أيها الإخوة نقرأ هذه القصة الطريفة الجميلة الرائعة الحافزة للهمم قال ابن عباس رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم اليوم كثير هذا ما انقضح في نفس ابن عباس رضي الله عنه من الرغبة في العلم اشتعلت في نفسه عاطفة صادقة في الحصول على العلم فأراد أن يكون معه في هذا السبيل فتى في سنه ولكنه لما عرض عليه همته في طلب العلم فإن هذا الرجل كسر من همته وقال يا عجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم هكذا يكون أكثر الناس إذا عرضت عليهم إرادتك وهمتك رجعا للناس في الفتياء وفي العلم أترك هذا هناك صحابة كثير ولكن صاحب الهمة لا يلتفت إلى هذا قال فترك فترك ذلك أي ذلك الرجل ترك طلب العلم أقبلت أنا على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم تنهزم همته بل إنه أصر على إرادته ومضى في عزيمته يقول فإن كنت لآت الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا أي نائما منتصف النهار إنه يأتي إلى باب الصحابة فإذا به قائل مستريح في النهار فإنه لا يقرع بابه ولا يزعجه في نومه بل يلتزم الأدب لأن سبيل العلم سبيل الأدب مع الجد والجهد فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج انظر هذا منظر منظر طلب العلم وهو يذكرك بالمجاهدة يذكرك بالصبر ويحسك على أن تلقى في سبيل العلم كل أذن بثغر باسم فإذا خرج قال يبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هو تعرض عليه نفسه يقول هل لا أرسلت إلي فآتيك أنا آتيك إليك أنا آتي إليك لو قلت لي فأقول لا أنا أحق أن آتيك لأنني طالب علم وإن كنت نسيبا حسيبا ولكنه ولكني طالب العلم بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك فهكذا طلب العلم هكذا جمع الأفراد هكذا جمع الأشتاة من العلم فصار بحرا حبرا للأمة فيقول كان ذلك الرجل يراني بعد ذلك وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع حول الناس يسألوني هكذا تحقق حلم ابن عباس فصار موئل الناس ومرجع الناس في العلم فيقول ذلك الرجل هذا الفتى كان أعقل مني هذا هكذا ينبغي لنا أن نصبر للعلم وآخير دعوان ترجمة نانسي قنقر